إزمارتنا العزيزة نورهان طبعاً نووضة دلوقتي في فرع النادي الأهلي بالجزيرة وحنعرف معاها آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي بشكل عام صباح الفل عليك يا نورهان اتفضلي سمعينك يا صباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وإن شاء الله يكون يوم سعيد احنا هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة زي ما عودناكم ونطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي ومعانا من أول أخبارنا عن الفريق الأول إن شاء الله اللي بيأخود النهاردة مباراة ودية أمام فريق المرج الساعة أربعة بإستاذ التتش المباراة هتكون استعداد إن شاء الله لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في المباراة هتكون في الإطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام المصري أما بقى المباراة وتفاصيلها فهي استعداد قوي زي ما قلنا لكم لفريق الزمالك والوقوف على حالة نجمنا وقائد الفريق محمد الشناوي بعد الإصابة اللي لحقت به مؤخرا وغيابه طبعا عن المباراتين السابقتين في الدوري وزي ما احنا عارفين كانت أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي وحق فيها النادي الأهلي العلامة الكاملة أما بقى عن مشاركات اللاعبين النهاردة فهيتم الدفع بجميع اللاعبين اللي مشاركوش في المباراتين السابقتين وقبل المباراة هيكون في ميران لجميع اللاعبين اللي مش هيشاركوا في المباراة الودية كمان صلاح محسن بيواصل التأهيل في الجم بعد طبعا غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة وكان طبعا أصيب بالشرخ في مشت القدم وأدى تدريباته زي ما قلنا لكم في الجم بشكل متنوع ومن أخبار الألعاب الأخرى فريق السلة يواصل استعداداته لمواجهة فريق الاتصالات إن شاء الله في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة وهتقام المباراة يوم 5 نوفمبر كمان معنا خبر صار اللاعب كرة السلة عمر طارق بيتعافى من الإصابة اللي لحقت به ويقترب من المشاركة الجماعية مع الفريق طبعا زي ما احنا عارفين كان أصيب بالتواء في الكاحل ولسه مستمرين معاكم وأخبار الألعاب الأخرى واستمرار مشاركة فريق السباحة أو فرق السباحة المختلفة في مهرجان سباحة الفرعنة بالغردقة طبعا المهرجان للمياه المفتوحة وبيشارك فيه أكتر من 500 سباح من مصر وكندا وإيرلندا وبنبارك لرجال الكرة الطائرة بعد فوزهم أمس على سموحة وديا في المباراة اللي أقيمت استعدادا للموسم الجديد وخلينا كمان نفكركم أنه تم الإعلان عن التعاقد مع المحترف الأمريكي جاريت مواجيتوتيا لمدة موسم واحد وآخر أخبارنا بقى عن السكواش ونجمنا مصطفى عسل بيتقدم أربع مراكز لأول مرة في مسيرته ليحتل المركز السادس في تصنيف محترفي السكواش دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو نحن نشكر جزيلا على هذه التخطية المتميزة كالعادة